موسيقى موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى أتاه الله اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته إنك ولي ذلك ومولاه ثم أما بعد أحبتي في الله عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر المشروب وتأثيره على الكلا طبعا الموضوع ده أخذ صادة كبير والحالات اللي جات لنا في المركز من الأسبوع اللي فده تدل على إن هناك مصيبة كبيرة جدا تقع على المصحورين يعني اللي أنا شفته أو الحالات اللي جات لنا الأسبوع اللي فده هو تدل إن فيه فعلا مشكلة كبيرة وإن الناس وقع فيها كلها لأن أكثر اللي هم مصحورين بالسحر المشروب ده لابد إنه بعد خمس سنين يأتي بفشل كلوي لأن السحر المشروب ده زي ما احنا قلنا هو بيتركز على الكلة ويبقى كل يضغطوا على الكلة حتى لما يبوز خلايا الكلة تمام؟ وبعد كده طبعا بيبقى يكون ده ضمور للكلة وواحد يقول لك أنا الكلة عندي بتصغر وواحد يقول لي أنا الكلة عندي باجد دلوقت سبعين في المية وستين في المية وخمسين في المية إلى أن يغسل غسيل كلوي ليه؟ عشان خاطر هو كان عنده سحر مشروب في الأصل ورح للشيوخ كتير جدا وضبعا الشيوخ للأسف يعني إلا من رحم ربي معتمد على إنه يقرأ آيتين قرآن على المريض ويديوا الورد من القرآن والشطف ويدهن ويعمل كذا وكذا من خارجي لأنه ما بيعتقدش إن فيه سحر جسم الإنسان ولا فيه جن بيلبس الإنسان نفسه فبناء على كده أخذ الشطف ويدهن واخذ ورد من القرآن يعملوا كذا 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 وبعد كده الإسابة المصيبة اللي هي الكبرى داخل جسم الإنسان أيا كان السحر زي ما احنا قلنا كل نوع سحر من أنواع الستة اللي تكلمني عنه بيرتكز على مكان معين أو خلايا معينة في الجسم عشان دي هي بتكون اللي هي قاعدة الانطلاق له في كل الجسم كل نوع سحر زي ما احنا قلنا لو كان السحر طبعا برضو عشان نأكد على الناس إن الأسحار دي ست أنواع ملهمش سابع مأكول مشروب معلق مدفون منفوخ أو منفوخ مأكول أو منفوخ مشروب ست أنواع سحر ده همت ملهمش سابع كل نوع سحر من الستة ده هو تلقوا أعراض مختلفة عن السحر التاني لكن في الجملة لهم أعراض واحدة زي ما احنا متكلم بنقول أعراض السحر السفلي العامة يعني أعراض السحر السفلي العامة يعني كل المصحور بالسحر السفلي بتأتي له هذه الأعراض لكن كل واحد مصحور مثلا بسحر مأكول له أعراض معينة تكلمنا فيها واحد مصحور بسحر مشروب له أعراض معينة مدفون له أعراض معينة مرشوش له أعراض معينة كل سحر من دول له أعراض معينة تركيزه على الكرة، السحر المأكول تركيزه على المعدة، السحر المنفوخ تركيزه على الدماغ وتركيز الإنسان السحر المدفون بيتركيزه على أسفل الظهر وخلف أو يعني في آخر الدماغ من وراء بتحس الإنسان كأن حد يمسكه مكلبشه من دماغه من وراء مع ظهره كامل، السحر المرشوش بركز على الجزء السفلي من الجسم ده بيبقى تركيزه كله عليه السحر مثلا اللي هو معلق بيبقى تركيزه على دماغ الإنسان كلها أو قلة توصول الأكسجين لمخ الإنسان طبعا أنا لما منتكلم في الكلام ده هوت وبنأصل في المسائل دي طبعا حتى الشيوخ اللي بيعالجوا بيقول أنا أول مرة نسمع عن الكلام ده هوت وهو ما كانش في دماغه أصلا أن السحر أصلا ممكن يعمل حاجات دي أو هو إيه اللي بيقوله الشيخ راضي ده دي حاجات إحنا ما سمعناش عنها بابل كده ولا كان يخطر ببال الشيوخ من موضوع كده فعلا لكن لما بنأصل المسائل دي فعلا حتى الشيوخ اللي بيعالجوا بيضربوا علي إحنا إيه اللي بتكلم فيه ده إحنا ما كناش معتقدين أن الموضوع كده في واحد منهم جاهل يعني بياخد الموضوع بكبر ويقول لك لا أنت خضأ وبتعامل بخضأ وواحد بيقول لك لا أنا عايز نتعلم قول لي إيه الصح هنعمله عشان خضر نقدر نفيد الناس علشان أنت بجيت عندي الناس شيخ بتعالج لابد أنت تتعلم وتفهم لكن مش معنى أنه أنت شيخ وليك شغرتك وليك مكانتك أنه أنت ما تتعلمش لا أنا اللي عند الوقتي أنا ممكن ناخد معلومة من أي حد أيا كان هو كبير صغير شيخ مش شيخ أنا ممكن ناخد منه المعلومة ونحللها عندي المعلومة دي صحيحة ولا مصحيح هو بتكلم صح ولا متكلمش صح لإني معلش يعني مش كل واحد بجى شيخ يبقى أنت خلاص مش هتتعلم تاني لا يموت الإنسان هو بتعلم التعلم كل ماذا كل ما التعلم وبخبرتك وإنت بتعالج عتعرف أني أنت في الأول من سنة واثنين وثلاثة ما كنتش بتفهم حي أو كنت واخد الموضوع بسطحية لكن لما تتعامل مع الإجدامك أنه هو فاهم وتقدر تستفد منه إن شاء الله عتقدر تستفد وتقدر تميز بين أنواع السحر وبعضها وإني نعالج الناس إزاي ونعالجهم من إيه بالظبط طبعا الحلقة اللي فاتت قلنا أنه نكمل موضوع السحر المشروب إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله نحاول بقضر إمكاني نتكلم عنه لكن النهاردة طبعا لما تكلمني الحلقة الفات لما الأخ بتكلمني والأخ بيكلمني بيقولي أنا بيحصل في بيتي كذا وكذا قلتولك أنت كده في جن في بيتك طبعا جات الرسائل على الصفحات يعني بتاعتي إحنا عايزين نعرف إيه المشكلة في البيوت هل إن بيت فيه جن ولا لأ وإزاي نقدر نتخلص منه لو بيت فيه جن طب يا عام الشيخ الجن في البيت له عرض يعني الجن في البيت له عرض إن نعرف إن بيتي فيه جن ولا لأ ولا الموضوع مبهم وخلاص لا الموضوع طبعا لما بنتكلم في مسألة بنقتلها بحسن عشان خطر الناس تقدر تميز بين الصحيح والسقيم بين الصح وبين الغلط عشان نقدر نميز أنا بيتي فيه جن ولا لأ طب لو بيتي فيه جن نقدر نتخلص منه ازاي جاب نتكلم في المسألة دي عشان نقدر نربط لك الأمور ببعضها وتقدر تستفاد من الحلقة وأنا طبعا والله أنا بنتكلم في برنامج لا يفلح الساحر ومتكلم في برنامج كيده ساحر أنا مش بنتكلم كلام عشان أنت تاخد جلده شيخ كبير وبتكلم صح أو الحلقة كويسة لا والله أنا عايزك تستفاد وعايز يستفاد الشيخ اللي بعالج ويستفاد المريض نفسه وحتى لو أنت لا شيخ بتعالج ولا أنت مريض استفاد لنفسك عشان أنت أكيد عتيجي في يوم الأيام عتقع في مثل هذه المشاكل تقدر تستفاد إزاي ونقدر نحلها إزاي لما الناس بتسألني في مسائل بنعرف فعلا أن الناس محتاجة ونحن نتكلم في الموضوع ده في الأيام دي النهاردة إن شاء الله نقولنا عن نتكلم كيف تعرف أن بيتك به جان يعني إزاي تعرف أن بيتك فيه جن ولا لأ وإزاي نتخلص منه لكن جبما نتكلم في المسألة دي أنا عايز الأول الناس تعرف الساحر ممكن يعمل إيه عشان يسحر لك تمام أو الطريقة اللي هي بيتلقى علومه بها من إبليس نقول حاجة سريعة كده عشان نستعرف قوة المسائل فعلا وتعرف أني مش كل الموضوع مش موضوع كتابة ورجة حمراء أنت بتكتبها أو السحر بيكتبها ومربعين وحرفين ونجمتين والقصة بتنتهي ولا تفكر ولا تستهين بالكلام ده لا أآل أنت لما تلاقي الحاجات دي اعرف أن دي قنبلة يعني لما تلاقي الطلاسم بتاعة السحر دي قنبلة قنبلة ولابد أن يحد يكون فاهم يتعامل معها لما تلاقي الكلام ده في بيتك اعرف أن أنت عندك مشكلة كبيرة أو تستهين بالحاجات دي لأن المصيبة كبيرة جدا لأن دي طلاسم جن ورقة وعزائم سحرية عزائم سحرية السحر عملها عشان خاطر يضمر بيها شيء معين إنسان مثلا مكان أين كان الرقة دي تنعملت ليه عشان نقدر نفصل لك أو تقدر تستوعب الموضوع لما تلاقي الحاجة دي في فيتك السحر ممكن تلاقي مثلا ورقة مكتوب فيها حروف بس وممكن تلاقي ورقة مكتوب فيها حروف وأرقام وممكن تلاقي ورقة تالتة مكتوب فيها حروف وأرقام ورموز يعني نجمة مثلا مربع مسدس خماسي مثلا أو غيره ممكن تلاقي نجوم أو تلاقي حروف أو تلاقي أرقام طب إيه يا عم الشيخ إيه الحروف وإيه الأرقام وإيه النجوم إيه الفرق بينهم طبعا لو أنت سألت أي واحد هو بيعالج هو يقول لك ده سحر وخلص لا أنا حايتك تفهم عشان تعرف أنت بتتعالج من إيه هل المصيبة عندك قوية ولا مصيبة بسيطة أنا عن ضرب لك عن أقول لك عشان خطر تقدر تسفاد أولا السحر ده السحر له ثلاث قوات فيه ثلاث قوات أو ثلاث علوم السحر بياخدهم من إبليس ممكن السحر يبقى عنده علم واحد منهم وممكن يبقى عنده علمين وممكن يبقى عنده ثلاثة كل سحر من دول على مدى كفره أو قوة كفره يكون علمه بالسحر تمام على مدى كفره يكون علمه بالسحر يعني هو لو كافر أصلي للإبليس إبليس بيدله علم تاني يعني هو أدلوا مثلا علم مثلا لو هو بيعمل حروف فاس عشان برضغ نضرب لك مثال لو هو حروف فاس يباهو عنده علم واحد من علوم إبليس ده إنه بيعمل السحل بطريقة واحدة بس اللي هي الحروف طيب لو بجيت لو لجيت في الموضوع حروف وأرقام يباهو أخذ علم إبليس يبه السحل ده أكفر من السحل الأولى طب لو لجيت مربع رموز ولجيت أرقام ولجيت حروف يبه السحل التالت ده أكفر من الاتنين اللي جاب له يعني واحد عتلاقيه كاتب رموز ده كافر واحد كاتب رموز وأرقام ده أكفر واحد كاتب حروفه ورموز وأرقام ده أكفر من الاتنين اللي قبله تمام ليه؟ لأنه هو كل ما بيكفر لإبليس ويعمل حاجات شركية لإبليس إبليس بيقول له خد علم من دول كمان بيفيده بيه كل ما بيلاقي قوة سحره أو بيلاقيه مصر أن يأذي الناس يعني عاجيه ليانا في إيده ويحركه زي ما عايز يعمل له يدلو كمان علم من علوم الإبليسية عشان خدر يقدر يأذي بيه أكتر ويكون السحر بتاعه محكم يكون السحر بتاعه محكم مش أي حد يتعرف عليه ومش أي حد يخله طب إيه الفايدة يا عام الشيخ إن السحر يكون كاثر لأنه ده بيعبد إبليس بيعبد إبليس طب لما يعبد إبليس يا عام الشيخ إيه الضرر يعود عليها كل ما السحر يكفر لإبليس أكتر بيدلو علوم تانية يقدر يحكم بيها السحر أكتر واحد عنده سحر عليه حروف فس يبقى سحره أضعف هو سحر قوي لكن أضعف من اللي عنده سحر حروف وأرقام سحر حروف وأرقام ديتي يعني دي طالس جديدة وعلم جديد إبليس الدهوله عشان يحكم سحره أكتر طب الده له حروف وأرقام ورموز يبقى فيه سحر مفرد وسحر مزدوج عشان الناس تفهم وشيء يفهمه لما مش أي حد يجيلك وخلاص تعالج وخلاص من قصة لا اعرف إيه اللي عنده إيه المشكلة اللي عنده الأول هل السحر ده سحر مفرد معمول بحروف فس مثلا هل السحر ده سحر مزدوج معمول بحروف وأرقام هل السحر ده سحر مركب معمول بحروف وأرقام ورموز يبقى كل سحر من دله ثلاث عجد الثلاث عجد ده هم إبليس أو السحر بيكون ممكن نفسه من السحر قوي جدا علشان خاطر يعمل لك السحر من خرش المية عنده العلوم الإبليسية كلها عنده الطلاسم كلها عشان لما تكلمنا وقلنا إيه السحر ده السحر ده عبارة عن طلسم مكتوب وجن ينفذ طلسم مكتوب منين؟ ساحر كافر عمل طلسم طلسم ديت حضر بها الجن الموكل بالسحر وجن ينفذ هذا السحر اللي هو عمله يبب السحر ده إيه؟ طلسم مكتوب حروف أو رموز أو أرقام أو ممكن يكون مفرد ممكن يكون مزدوج ممكن يكون مركب كل قوة من دولتها طريقة في الحل أو طريقة في العلاج يعني ما تقوليش سحره خلاص لأ أنا عايزك لما تكون جاعد بتسأل المرض اللي جدامك أو تكون فاهم أنت بتعالجه من إيه هل عنده سحر مفرد سحر مزدوج سحر مركب عنده التلاتة عنده واحد بس طب لو عنده التلاتة عاياخد جديه في العلاج عشان الناس ما تستعجلش يقولك أنا رحت لك مرة عمل شيء وحاست أني 50% راحت طب أنت عندك تلاتة ده أنت الساحر عامل لك تلات عجد أنت حلت عجدة كويس طب حل التانية كويس حل التالتة يبقى كل نوع سحر له طريقة في العمل وله طريقة في الفك عشان برضو الناس يقول لي عام الشيخ يعني يفكرون أن الشيخ راضي مع عصائي سحرية هو راح له يتعالج لا أنت ممكن على قدر المصيبة أو مشكلة اللي عندك بنبدأ نتعامل معاك ممكن تعالج جلسة أو ممكن تعالج في اثنين أو ممكن تلاتة أو ممكن يعني دي ثلاث مرات لو أنت عندك سحر مركب أو سحر مزدوج أو سحر فردي فكل نوع سحر له طريقة معينة في الحل وله نظام معين إنك تتعالج منه علشان كده أنا حبيت نأكد على المسائل دي علشان مش كله سحره خلاص ولا وكد سحره خلاص الشيخ اللي بعالجكم فاهم هو بعالج إيه والمرض يعرف هو بيتعالج من إيه هنتكلم إن شاء الله في الحلقة على أعراض السحر المشروب نكملها لكن دلوقت حايز نعرف أنا بيتي فيه جن ولا لأ وإزاي نعالجه لو بيتي فيه جن أولا عشان نعرف يعني إيه جن الجن ده ممكن يجيلك في أي صورة من دول إيه الصور دي ممكن يكون عندك في بيتك جن حسد وممكن يكون عندك جن سحر وممكن يكون عندك جن من حمام مثلا أو غيره وممكن يكون عندك جن مثلا من عمار المكان بس جن يعني متعب شوية تمام كل واحد من دول بيختلف طريقة التعامل معه لكن الناتج الأخير إنه هو كلهم جن لكن جن السحر جن السحر هو طريقة في العلاج إنه إنت لازم تعالج السحر المعمول أصلا وبعد كده تعالج السحر اللي هو في البيت لكن جن الحسد ده إن شاء الله لو إحنا عملنا الطريقة اللي عاد كالنفة النهاردة دي هتورجة وجلها مجهزة كده ويعرف إنت هتعمل إيه عشان نقدر نخلص لو فيه جن في بيت ولا طيب يا عم الشيخ عن التكلم عن طريقة العلاج الآخر لكن دلوقت إحنا عايزة نعرف بيتي فيه جن ولا مفوش فيه حوالي 15 عرض يدلنا إن فيه بيتك فيه مشكلة أول عرض أو أول عرضية اكتب العرضية عشان خاطت تعرض تستفد منها أول عرض كسرت المشاكل في البيت إنك بيتك على طول تحس إن فيه مشاكل من غير أي لازمة من غير أي قيمة ما فيش مقدمات أي حد يقعد مع حد تخنجه مع بعض أي موضوع من يتكلمه فيه حتى لو معهوش مشكلة تلاجع على طول الموضوع إيه الدنيا جادة نار وفيه مشاكل في البيت دايما ليه محدش ضيق للتاني كلمة كل مواحد بقول كلمة التاني بتنرفز عليه محدش عايز نصحها من حد كل واحد في حاله واخد جنبه وفي حاله طبعا الموضوع ده فيه مشكلة في بيتك ممكن الموضوع ده يبقى عادي لكن لو تجمعت مع الأعراض دي كلها المتكلم فيها في البيت أعرف إن بيتك فيه مشكلة وإن الموضوع المشاكل ده في البيت مش موضوع شيء عادي يعني تمام تاني عرض قلة الضوء في البيت واحد يقول لي يا عام شيخ أنا مهما نعمل نور في البيت أو نركب لنا في البيت نحس إن بفيش نور نحس إن البيت فيه ظلمة تمام أو حتى لو فتحت شابيك والدنيا شمس شمس قوية نحس إن البيت فيه ظلمة مش جيد البيت ليه؟ لأن انت بيتك فيه مشكلة فيه مشكلة كبيرة لأن الجن عاملك نظام حرز على بيتك علشان خاطر ما يخشوش الضوء ولا يخشوش شمس ولا يخشوش شيء تمام علشان خاطر دايما يخلي بيتك ريحته مش كويسة طبعا دي عرض الثالث اللي هو دايما تشم ريحة كريهة في البيت دايما على طول ريحة البيت تح seeking يقولك ريحة البيت دايما غبية حس إن دايما ريحة البيت فيه ريحة وحاشة في البيت مهما نحط منظفات ومهما نحط يعني برفنات ومهما نحط معطرات نحس إن البيت فيه مشكلة ليه؟ لأن أصلا الجن هو اللي عامل ريحة وحشة في البيت تالت شيء اللي هو جلة البركة يقول لك أنا عندي على طول معيني بتخلي دخل كبير جدا عن الشيخ عندي جلة بركة في بيتي غير عادية مجبض المرتب طبعا هو عشان خاضر الغلاء وكده لا ده أكتر يعني يقول لك أنا اللي خشيلي أنا بنصرف مثلا أنا مرتبي مثلا عشر تلاف مثلا بنصرف منه الخامسة طب الخامسة التانيين راحوا فين مش لجيهم معيني ما صرفت الشيء محسوس مثلا فكل يقول لك ما فيش فيه جلة بركة حتى وانا بنشتري الشيء في جلة بركة طيب رابع عرض أني ممكن أو العرض الخامس نحس أني بيتك كل حاجة فيه بتتكسر يعني تلاقي أي حاجة تقع تتكسر لوحدها كده من غير ما نحس أني فيه ايه طيب العرض التاني ممكن نحس أني بيتك أني نحط مثلا مفاتيح أو أني نحط تليفون أو نحط أي حاجة مثلا على أرج أو على طرابيزة ولا حاجة ما نلاجهاش وبعد فترة لاجهة في نفس المكان اللي هي موجودة فيه طبعا ده بيدل أني أنت عندك مشكلة وابحث في بيتك العرض التاني اللي هو اختفاء الملابس يقول لك أنا مثلا خاصة ملابس الحريمة الداخلية قبل الغسيل تمام؟ يعني لو أنت بيضع منك ملابس داخلية جاب للغسيل جاب ما تنغسل أي أنت لبستيها وجاب ما تغسليها الهدوء مش لجياها أعرف أن فيه مشكلة في بيتك وأن الجن هو اللي بيسرق الحاجات دي عشان أنت عندك مشكلة ممكن تكون مشكلة سحل في البيت أو مشكلة عندك أنت سحل أصلا والجن بياخد الملابس دي اللي أنت عرجانة فيها علشان خاضر يعملك عليها سحر تاني ودايما يبقى السحر متواصل معاك أول باول تمام؟ يبقى اختفاء الملابس الداخلية من البيت خاصة ملابس النساء كده العرض التاني اختفاء المال يقول لك أنا ممكن مثلا طبعا الجن له طريقة في أخذ المال هو طبعا المال ده مش عايخده ويعمل به شيء عشان برضو ما نفتحش المجال للناس يقول لك أصلا كل شيء انصرج منه فلوس الجن مش هيصرج أي شيء مكفول عليه عشان برضو نأكد للناس الكلام ده النبي صلى الله قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا الجن مش هيفتح باب وياخد منه شيء تمام؟ لكن انت لو جفلت حضرت فلوسك حضرت حاشتك في دولاب وجفلت عليها مستحيل يلمسها لو إبليس بنفس وقف جدام المكان مستحيل يلمسها طيب لو اتخذت يبقى دابن آدم اللي خاتها تمام؟ دهب مثلا سرقة الدهب من البيت مثلا طيب الجن يعيخد فلوس يعيب به يا عام الشيخ هو ممكن يحرك دمك عليها بس ياخدها ممكن يضطحها ويرميها في أي مكان تلقى في صدوح تلقى في زبالة تلقى في أي مكان ياخد الدهب يرميه في أي مكان لأنه مالوش استفادة منه طيب يا عام الشيخ طيب نقدر انسون الموضوع ده زي موضوع الدهب والفلوس بالذات لأن كل بيت في دهب وفي فلوس طيب ممكن الجن ياخدها كلها طب ممكن بن قدم يخطها لا انت لو حطيت الفلوس او الدهب وجفلت عليه مستحيل مستحيل قولا وحيدا ان اي جن يسرقها او اي جن ياخدها طب يا عم الشيخ حطيتها واتخدت يبدأ انسان في البيت هو اللي بياخدها وده اصلا بعيدة عن الجن اصلا طب انا ممكن نحط الفلوس عم الشيخ في البيت ومن غير ما نكفل عليها اه بس تسمي بسم الله نحطها في جيب ونسمي بسم الله نحطها في اي مكان في البيت والله لو ابو الجن نواف قدامك ما يقدر يمس الشيء اللي انت سميت عليه تمام يبقى اول شيء اي حاجة تحطها لو بيتك في مشكلة زادية نحطها ونسمي بسم الله او نحطها ونكفل عليها كويس ونكفل عليها والجن مستحيل يلمسها ومستحيل ياخد اي حاجة مكفول عليها او يفتح باب مغلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب عدم الارتياح انا عرض تاني عدم الارتياح اقولك انا جاعت في البيت مش مرتاح مع انه عنده الامكانيات بيته كويس ومكانه كويس وكل حاجة كويسة فيه بس هو جاعت مش مرتاح يقولك انا حس انه اول ما ندخل البيت نحس انه مخنوب مش طايق ندخل البيت ليه انت كده في مشكلة عندك في البيت كان البيت مليان بالارواح او مليان بالجن بيدخل البيت كينو بيتصرعوا عليه عشان يخلوه زهاجوه اكتر وميباش له راحة في البيت لان البيت ده سكن والسكن ده المفروض الانسان يكون في افضل مكان او اريح مكان عتعيش فيه هو بيتك ده افضل مكان عندك طيب لو انا جاعت في بيت اللي هو افضل مكان عندي المفروض يبقى جاعت فيه جاعت مش مستريح جاعت مخنوب جاعت زهاجان عتسريح فين عتسريح في الشغل ولا عكافاتيريا ولا في الشارع ولا فين يبقى اريح مكان لك بيتك طيب لو المكان اللي هو افضل مكان ده مش مرتاح فيه دايماً جاعد مخنوق مش مستريح فيه يبقى عندك مشكلة حاول تدور عليها وتبحث عليها ناخد صال تمام فاطمة سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو صرحت يا شيخ أنا بلاجة مياه مرشوشة في قط النوم على ال بلاجة مياه مرشوشة في قط النوم يعني في الحيطة في الحيطة أجل ما فيش أي جران ورانا خالص وما فيش حاجة ترشح موفقينة فيها وغير كدا بردو يعني أول ما فيشء يبقى هاذات لي عن البيت لإيه التانية أول ما جوز يدخل البيت نابد بشتى يجب يعني �ועزي يطلع يعني هوanoاهكم وبروبيت هو بإيد عن البيت بيشتاج له نعم لو هو بإيد عن البيت بتلبق اشتاج له أو عايزة يرجع البيت أو ميدخل البيت مش عايزة لا نأتيام وبرو بردقern مناه دورش عليها مرتاحة انت تمام اه تمام وبرضا أول ما بدخل بيتك بحيث بخانجة ومجرسة إذا قدعني تمام أعرد عليك يا فاطمة حاضر حاضر يا فاطمة حاضر رب أنا يكريمي طيب فاطمة طيب عشان برضو نكمل الموضوع الأول وإن شاء الله أعرد عليك يا فاطمة إن شاء الله طيب عشان خطر نعرف بقى أن بيتي فيه مشكلة أنا دخلت البيت زي ما الأخت فاطمة بتقولها هو مش مرتاحة مكاني اللي هو أنا عايش فيه اللي هو مفعول دي بيكون أفضل مكان لها مش مرتاحة فيه إعرف إن إعرفي إن بيتك فيه مشكلة مشكلة بقى جن ساحرة جن حسد جن حمامات جن عمر المكان بس مش هيطن شوية عايز تأدب كل ده طبعا ده بيبلو قصة وبيبلو طريقة في العلاج طيب عدم ارتياح طبعا أو قشعريرة في البدن أو ما ندخل بيتي أو ندخل مكان معين أو قوضة معينة في البيت نحس إن إيه جسمي برتعش أو قشعرير نحس جسمي بكشعر يقول لك أنا جسم بكشعر مش مرتاحة أو يحس إن فيه ساعة دخلته كده من راحة أو سخونية دخلته ممكن يدخل مكان في البيت قوضة مثلا مقفولة من زمان مثلا أو مثلا بلكونة معينة أو قوضة النوم أو غيره يقوم يدخل مكان ده يحس إن فيه حاجة إيه كي إنه جسمه بكشعر كده يعرف إن فيه مشكلة في المكان ده والجين مش عايزك تدخله تمام؟ فلازم له علاج ولازم ندور نعالجه إزاي عشان كمان شوية المشكلة عتكبر يعني هو في القوضة بس ممكن بعد كده الموضوع يزيد ويبقى في البيت كله بتحس أو بدخل البيت تحس بالأمراض تمام؟ طيب العرض الثاني اللي هو يعني كسرة الحزن على طول البيت فيه كآبة وفيه حزن يقول لك إحنا على طول فيه مشاكل على طول فيه حزن أيّا كان نوع الحزن عيل تعبان مثلا طفل اللي وقع مش عارفة إيه دايما على طول فيه مشاكل دايما فيه حزن فيه مفيش فرح في البيت حتى لو أيام الفرح لو هو فيه فرح أي مناسبة مفرحة أو غيره يحس إن فيه مشكلة بتحصل أيام الفرح كمان اعرف إن بيتك فيه مشكلة ولازم تدور عليها طيب فيه حاجة تانية اللي هو مثلا إيه إنه لاجه جطط في البيت والجطط مش أي جطط برضو عشان برضو من إيه من خوفش الناس من موضوع القطط السوداء جطة اسود بتلاقيه دايما بيجرب من بيتك تمام؟ أو ممكن تبص من الشباك في أي واحد أو ما أي مكان تلاقيه واقف على سطح جنبك مثلا أو واقف على الشباك وشوية ما تلاقوش تاني اعرف إن فيه القط ده فيه جن وإزاي نعرف إن فيه جن ولا لأ إنه هو يبقى اسود مفهوشة أي شعرة بيضة وبروحه وبيختفي ما تكونش مربيه عندك في البيت تمام؟ اتصال؟ السرمضان تفضل كلمني التلفون السرمضان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله كم ورشاك ربنا يا كنان تفضل كلمني التلفون ووضع التلفزيون بلا عليك سمعنا حضرتك؟ وضع التلفزيون وكلمني التلفون بقى حضرت فان تفضل وقول لحضرتك شيخ بعد إذنان تفضل في مشكلة شخصية ممكن تتوصل مع حضرتك على الخاص؟ تمام الرقم اللي هو آخر 79 كلمني إن شاء الله أنا أعرض عليك إن شاء الله نشكرك السرمضان تمام نشكرك عشان برضو الناس برضو عشان بالنسبة للأرقام جيدنا نرفت كارت الموضوع ده إن فيه ناس بتتصل على رقم خطأ فبرد عليها ناس هو بيمكن يضرب رقم خطأ عن الأرقام بتاعتنا دي فممكن بيرد عليه حد ويقول له أنا الشيخ يعني دي حاجة حصلت في كذا مرة أو كذا مكان إنه بيتكصل بيدرب رقم غلط في الأرقام دي فبرد عليه حد يقول له شيخ رادي المركز شيخ رادي فبرد عليه على سن الشيخ رادي بيقعد يتكلم مع النساء كلام مش كويس وكده والناس بتتشكي الموضوع ده حاول تضرب النمرة صح عشان خاطر ما توصلش مع أحد غير مع نمرة المركز واللي عارضه عليك دول ناس معاه في الشغل وفاهمين هما بيتكلم معاك إزاي وبيتعاملوا معاك إزاي لو لقيت أي حاجة خارجة عن الأدب والاعترام والشغل لقفل معاه ويعرف إنه طلب نمرة غلط ودي مش نمرة المركز طيب طبعا كسرت لزي ما احنا قلنا القطط السوداء اتصال تهي أمنية سامو عليكم تفضلي تفضلي يا أمنية وقت التلفزيون وكلميني التلفون يا أمنية تفضلي تفضلي سامعك تفضلي يا أمنية أقولي السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم حضرتك أنا كنت عنا في المركز تمام وخدت الأحساب اللي كنت كاتبها لي تمام وقلتلي إذا عندك سح تمام قلتلي إذا معمولك سح لمدفوق تمام ودم جسمي طب إيه دلوقتي إيه المشكلة دلوقتي يا أمنية أنا خدت الألاج خدت الألاج من حضرتك كوي بس الموضوع الزاد عندي عن الأول إيه اللي زب الزبطة نعم إيه اللي زب الزبطة طيب إيه إيه قولي إيه الإعراض اللي عندي يعني اللي أنا كنت نسكي لك عليه أه إيه الإعراض اللي عندي منبص منبص أنا وراي كده متهياجل مني فيه حد جازك بصة وعلي وأنا منعمل أي حاجة كالجي تمام إيه تاني وإيه ما منعملش شغل في البيت نهائي ونهائي خالص ومنوبة جاعدة كده ودائما مخنوجة وعند الضع على كل دماغي وعند الضع وعند الضع طيب المعدة عاملية دلوقتي المعدة عاملية دلوقتي نعم المعدة كويسة ولا فيه تعب لا مفيش تعب طيب فيه أحلام وكوابيس ولا حاجة لا مفيش تمام أنا مش هنجوزك يا ومنية ولا هنجيب لك عريس فأنت شغل نفسك موضوع العريس فأنا دي مش قصتي ولا عن عالج منها ده ربنا هنجيب لك عريس لكن انت عندك سحر على جناك منه اللي اتعب المعدة راح من عندك النوم بتنامي كويس فيش أحلام ولكوابيس يعني الجهاز الهضم كويس والجهاز العصبي عندك كويس تمام يعني كده فاضل حاجات نفسية انت عطاه في دماغك عشان موضوع العريس ده فانت حاولي انتظري قدرك من الله تبارك وده انتظر العريس ونعند ربنا مفيش شخع يجوزك يا ومن نشكرك طيب يبقى العرض التاني عشان خطر الناس تستفاد القطط السوداء انه يبقى الانسان يحس ان فيه قطة صودة بتلف حول البيت او في مكان معين بيشوفها في مكان معين فوق سطوح او ممكن يشوفها في البيت وتختفي مرة واحدة او ممكن تخطف حاجة من قدامه وتمشي وتختفي محدش يشوفها تاني اتصال ضياء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل احنا فاندم عايزين نقول ان الساحر عشان يئذي بنا ادم ممكن يصرف ملايين لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلقوب ماء مكروع عليه بعض ايات القرآن الكريم تمام تبهر الساحر واللي هو بيعمله تمام وتضيع فلوسه في الارض افاندم تمام ده طبعا على يكون الانسان تناول القليل من حبة البركة وعادها للنحل تمام 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 وتم عليك زيت زيتون افاندم بزاك الله خير وبيتهيقلي كده كل ساحر يعني يشيل طين ويحطه على بمهو افاندم تمام احنا عايزين نللل الناس ديت ندراها بالنار اللي مالك مصر ديت وعادة تيزي في النار الله المستعان ربنا يحفظك سدياء ربنا يحفظك هو برضو عشان وصل لك حاجة طول ما فيه خير فيه شر وربنا خلق الشر وخلق الخير فدايما طول ما فيه بنا ادمير لازم يكون فيه شر تمام فاحنا عاقا نصرعوا الشر نقدروا نحجموا الشر ده يعني هنعرفوا نتكلموا عنه بصورة صحيحة تمام لكن برضو نشكرك على المعلومات انت قلتها لكن ده مش علاج للسحر لان السحر ده مرض منتجر في دم الإنسان لازم ينضف من دم الإنسان لكن اللي تكلمت وده ده علاج للجن انا معاك ان انت الحاجات دي عا تقصر على الجن وتقدر تحجم الجن نفسه لكن السحر لا سحر ده موضوعه كبير شوية ولازم نقدر نعالجه ونفهمه نوعه ايه وازاي يتعالج تمام طيب يبقى عشان نعرف ازاي عام الشيخ طيب الجطة انه ده جن ولا مجن زي ما احنا قلنا ان الجن ده يكون او الجطة دي تكون سوداء ما فيهاش اي شعره بدا نهائية لكن لو اي جطة لون تاني ما تخافش منها وتعامل معها طبيعي لاني مش هتصارلك بأي نوع او ممكن تكون رمادي غامق شوي يعني ما فيهاش اي شعره بدا برده تمام طيب ممكن العرض التاني نسمع الدب فوق السطوح نسمع دب مثلا او صوت فوق السطوح كأن حد يماشي فوق السطوح مثلا على طول او حد بيرمي طوب فوق السطوح او في البلاكونة مثلا نطلع نبص ما لايش حاجة او نسمع دايما ان فيه حد بيندح علي في البيت ما لايش حد نطلع ما لايش حد تمام او نتخيل بحد من اهل البيت بيتكلم معايا وهو مش موجود تمام يعني يبقى واحد قاعدة في المطبخ مثلا جوزة في الشغل فهي بتحس ان جوزة بيكلمها تمام وفعلا الجوزة او الشيطان او الجن بيتمثل في صورة جوزة انه بيطلب منها شيء معين هو بيطلب منها كل يوم فهي بتروح تدور على جوزة ما بتلاقوهش موجود في البيت بالفعل فتعرف ان فيه مشكلة في البيت ودي حاجة ممكن يكون زي ما انا قلنا اي نوع من انواع الجن اللي تكلمنا عنها طيب ممكن تتخيل ان فيه تعبان في البيت وما تلاقيهوش وممكن تلاقيه فعلا وتلاقي التعبان ده بيظهرلك بصورة الحقيقية وده بيكون جن فعلا لكن المعاملة معاه بتكون حد فاهم هو اللي يتعامل مع قتل التعبان في البيت يعني مش اي حد يلاقي التعبان في البيت يكتله لان انت ممكن تقتل التعبان في البيت يكون جن فالجن ده ممكن يأذيك زي ما انت أذيته تمام بدل هو تمثل في الحية ده بيبصورة قتله سريعة عشان برضو واحد يقول لي عام الشيخ انا ممكن نكتل الجن الناس طبعا ايه واخد الصرة واحد يقول لي انا رحت للشيخ والشيخ حرج الجن والتاني يقول لي روح للشيخ وحطه في جزازه وجافل عليه وواحد يقول لي ده أنا روح للشيخ وموت عشرين واحد من علي يا أستاذنا يا عم الشيخ ما فيش حاس ما تكتل الجن تكتل الجن ديت إنت لما تكون إنت إبليس تمام لكن الجن إمتى يقتل لما يكون استحال على أصل خلقته يعني يكون الجن عمل إيه بيكون بيتحول من صورة الصورة هنا يقتل الجن الجن يعني إمتى يقتل الجن لما يكون الجن بيتحول من صورة الجن لصورة حيوان ممكن هو في صورة الحيوان تقتله تمام وهو يكون بيتحول تمام فانت ممكن مش اي حد يلاقي تعبان في البيت وروح يكتل تعبان في البيت تمام لاننا يعني في ناس يعني قريب مني جدا فعلا الجن حصل معاهم فعلا كده وموت التعبان والتعبان ده كان جن وقتل يعني مروحش بيته لو هو انسان ميت معينه انسان كان صحوته قوية جدا تمام فممكن واحد يلاقي تعبان في بيته طبعا هو ما يعرفش نقدر نتعامل معاه ازاي فيبدأ يقتل الجين اضمعا الجين ده فيه لو لجيت تعبان في بيتك طلع بصورة حية فانت بتحرج عليه الاول انك تحرج عليه زي ما الدعاء اللي عن قوله دلوقتي ان شاء الله تحرج عليه في البيت الاول وتكفل القوضة اللي هو موجود فيها وتشغل صورة البقرة في بيتك كل يوم تدخل او تبقى في القوضة وتحرج عليه تاني تلات ايام بعد لو جعت تلات ايام اكتر من تلات ايام في المكان اللي هو فيه حرج عليه او اقتل هذا التعبان ده يبقى تعبان فعلا واحد يقول لي يا شمام الشيخ طب انا عنقعد تلات ايام والتعبان في البيت ونحرج عليه اه ما انت ممكن التعبان في البيت اطلعوا من غير ما اتموتوا وطلعوا برا لو امكان تمام لكن انت ممكن تقتل وممكن التعبان ده يكون جن والجن ده يأزيك في بيتك ويقتل يقتل حد من اولادك او يقتلك انت فانت لا انت حاول تتحازر من الموضوع ده لان فيه ناس شعلا ازت من المسائل مثل هذه المسائل نعرف التعبان اللي هو جن مش من جن ازاعم الشيخ اللي تعبان اللي هتلاقيه اسود خالص ده بيبقى جن يعني ويتمثل طبعا يبقى له فحيح او صوت معين كده دايما بيطلعه وممكن تلاقيه ده بيبقى موجود في مكان موجود تعبين يعني اوضع عندي او شقة مباش فيها تعبين المفروض فتلاقيه في المكان ده اعرف ان ده في مشكلة واللي التعبان ده جالك عشان ده جن ظهر في مكانه وممكن يكون عشان يأذيك ظهر لك بالصورة دية يبقى امتى يقتل الجن عام الشيخ ان شاء الله هنتكلم عنها في حلقة تانية بس امتى يقتل الجن عام الشيخ لما يكون يتحول من صورة لصورة هو بيتحول من صورة الجن مثلا لصورة تعبان في الوقت ده ممكن تكتل الجن وموت فعلا لان ده هو تمثل في صورة مش صورته فقتل على سنه تعبان فيه شيء تاني اللي هو مثلا نسمع تخبيط في المطبخ يقول لك انا بيبقى قاعدة في البيت ونحس ان فيه ايه حد في المطبخ بيخبط او فيه مثلا كبات بتخبط في المطبخ مع ان ما فيش اصلا حاجة في المطبخ اساسا ولا فران ولا قطط ولا حاجة مثلا فممكن اقول لك مثلا او اي حاجة بيتعدي الجن بيبقى متمثل في المسائل بيخبط في اي حاجة بيكلها مثلا انت سايب اكل في المكان عشان كده بننصح ما تسيبش اي مثلا اي حاجة انت كلت فيها في المطبخ من غير ما تنغسل اخسل الحاجات دي عشان الجن طبعا بيلمع حوالية بيكون جعان بيعوز ياكم الحاجات دي فده هو ده اكل الجن فهو بيكون بيخبط الحاجات دي ان هو بيأكل او ممكن يكونه بتخنق مسوى على الحاجة اللي انت سبتها في البيت عضم مثلا اي عضم سمك عضم اي شيء من الحاجات دي بيبقى الجن بيأكل منها او روس ايا كان نوع الروس نفسه طيب ناخد صال عليكم السلام عليكم فضل حاجات والله اعمل شيخة بيجيلك التاب وخانجة كده ومش هاقف اشتغل اعمل اي حاجات او زهجان كده تمام انت عندك كم سنة عمجات عندي 43 واربعين سنة 43 من امتى الكلام ده معاك طيب ده ليه 15 سنة 15 سنة فيه تاعف المائد عندك عندي جرفش هياة باطن كده صدوعة طيب صدوعة عندك صدوعة على طول لا فيش صدوعة بيبقى جرفش هياة في ستنانك كده في ستنانك بس طيب فيه امساك او اسهال عندك يبقى فيه امساك بس يتنانك طيب بص عمجات اسمع مني اللي انا اقوله في اخر حلقة ان شاء الله خد الحاجات دي وعملها في البيت وان شاء الله موضوع اي خلص ومش عيب في حاجة تاني ان شاء الله تمام نشكرك عمجات طيب عشان برضو احنا نقدر نلم الموضوع ونقدر نفيد الناس طيب بعد كده ان شاء الله انت هتاخد طبعا العرض التاني انك انت ممكن تشم ريحة كريهة في بيتك او ريحة وحشة في البيت العرض التاني اللي هو الوزغ انك انت الوزغ او البرص او مسألة اللي هو بقول عليه ده الوزغة دي بتلاقيها بزغة مش صفرة او ممكن تلاقيها صفرة في دمخة نقطة سودة في النص او الوزغة دي سودة كلها تمام نعرف ان فيه ان الوزغة دي لو هي فيها نقطة سودة في دمخة او الوزغة دي سودة كلها يعرف ان ده جن ويتعامل معاها عليك ان يطلucha من البيت بقى اي طريقة ما تحاولش تقتلها او عشان ما تضركش او تضرها تمام طيب ايه تاني عام الشيخ طب نعرف ان بيتي في جن ازاي ان زي ما احنا قلنا ناك انت ممكن تتخيل بشيء عد من قدامك او اي شخص عد من قدامك وبعد كيه ما تلاقوش مومود قدامك دي الاعراض اللي ممكن نقدر نحدد بيها ان بيتي في جن ولا لا طيب يا عام الشيخ ايه العلاج العلاج انك هتجيب حلة مية كبيرة تمام و هتجيب زعفران يكون زعفران خام مش مغشوش يعني روح العطار حتى لو زعفران ده غالي شوية هاتوا تمام عشان مش اي شيء انت هتعالج به هات زعفران يكون زعفران يكون مضمون كويس تمام هتجيب ورق سد و هتجيب زيت ورد و هتحط دول كلهم في خلاط مع بعض و تضربهم كيانك تضرب عصير و اعتضيهم في حاجة فيها مية كتيرة فيك تستحمى انت و اهل بيتك كلهم لمدة اسبوع و تقرأ عليهم صورة الفاتحة و اية الكرسي و صورة الكهف من 35 ل 42 صورة القصص من 75 ل 82 صورة الزلزلة صورة الجن من 1 ل 10 و صورة الصفات من 1 ل 10 والمعازتين و الاخلاص و نص التشاهد الاخير تقرأ الايات ديت على الحالة فيها مية كتير ديت وبعد كده بقى ما تقرأ تجلب و تنفس في المية بشيء من ريجك وبعد كده كل اللي في البيت عايز تحمه من المية ديت وبعد كده عاترش البيت كله بالمية ديت و عاتجيب بخور اسم بخور صندروس بس برضو تجيب البخور اللي يكون مضمون انه بخور كويس و عاتبخر بيتك بالبخور ده و عاتقفل المباني بتاعت البيت كلها من كل جوانب و تقول الدعاء اللي هنقوله ده بس بعد ما ناخد الاتصال فضل فضل السلام عليكم و السلام و السلام و السلام و السلام و اللي بركاته فضل والله يا شيخ أنا كنت عندك الاربع اللفات تمام أنا عادل من المحافظة دينا يا اهلا وسهلا الدعاء تحت للعسل واللغن و اعرف المادة التحريكة التي تنزل أثناء التنجي طيب أنا عنا تكلم عن كلم حد من المركز بعد انت خدت العلاج كلم حد من المركز وهو يقولك على كل حاجة تمام عشان كل حالة لها طريقة في العلاج فانت ممكن نتكلم معك على هو العلاج ده تضر بي غيرك عشان ممكن حد يروح يعمله زي ما انت بتعمل فكل سحل له طريقة معينة تمام طيب عشان برضو نقدر نلم الموضوع زي ما احنا قلنا عتجيب المياه دي اللي انت عتقر عليها البيت كله يستحمى عتجمع المياه كلها في حاجة واحدة اللي تستحمته بيها وبعد كي عترش المياه في البيت كله عتقفل اللي بتاعت البيت كل جام من برا وبعد كده عتشغر صورة البقرة في البيت بصوت عالي و عتتوضأ وضوءك للصلاة وتقرأ آية الكرسي بصوت عالي و عتأزن الأزان الشرعي بصوت عالي وتقول الدعاء دهوت و حرج عليكم بالله و باليوم الآخر ألا تظهروا لأهل هذا البيت ولا تؤذوهم مرة أخرى و حرج عليكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لأهل هذا البيت ولا تؤذوهم مرة أخرى عتقول الدعاء دهوت 3-4 مرات 5 مرات و انت واقف في البيت خشك ادخل كل قوضة و قول الدعاء دهوت و انت بتقول عتحس ان جسمك بنمل عتحس ان جسمك بشيل كده عتحس بساعة مرة في مرة يوم والتاني والتالت هتحسن جسمك طبيعي وانت بتقول الدعاء طبيعي عشان انت كده بتحرج على الجن اللي هو في البيت يمشي لكن لو الجن ده جن سحر لازم يتعالج السحر الاول من البيت وبعد كده تعالج بالطريقة اللي احنا قلنا عليها عشان الناس تقدر تستفاد اكتر احنا بنقول الحاجات اللي هي داخل بيتك عشان تقدر تستفاد من برنامج لا يفلح السحر عشان نقدر نفيد الناس بشيء اكتر يعني عشان كده طبعا نتكلم عن اعراض السحر العامة وبعد كده نتكلم عن اعراض السحر المشروب نكملها ان شاء الله وفي وقت نقدر ان شاء الله نتكلم عن اعراض السحر العامة سريعا ونتكلم عن اعراض السحر المشروب برضو سريعا والحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم عن اعراض السحر المشروب لكن موضوع ان بيتك في جن ولا لا هو كل الناس تكلمت في مسألة ديت فانا حبيت صراحة ان نأكد او نأكد المعلومات ديت أو نقول للناس أن فيه مشكلة ودور عليها وطلحها من بيتك وإن شاء الله مش عب فيه حاجة تاني أعراض السحر العامة زي ما احنا قلنا السحر السفلة دلو أعراض عامة بتظهر في بيتك أو في حياتك مفاجئ أو مرة واحدة الصداع اللي هو غير معلل طبيا عنده صداع شديد جدا ألم في أسفل الظهر قوي جدا غير معلل طبيا برضو سقوط الشعر خاصة عند النساء تقول لك أنا شعري حسي أنه معقد أو كأن فيه حد معقده لي طبعا وظهور بقى حمراء أو زرقاء تحس أن فيه بقى حمراء أو زرقاء بيطلع في جسم الإنسان المصعور ده هو تخاصة للنساء بفوج الرجبة كي أن فيه حد مجرسة عدم انضبط الدورة عند النساء خربشها بالجسد تحس أن فيه حد مخربشها من جسمها أو فوق الصدر الإصابة ببعض الأمراض العضوية دايما نحس على طول أنه إيه؟ أنه دايما يطلع من المرض ده يدخل في التاني يطلع من التاني يدخل في التالي على طول مريضه على طول بيكشف على طول عنده أمراض نوبات صرع ديق في الصدر يقول لك أنا على طول حاسي أنه مخنوق متدايق ومش قادر نتكلم مش طيق نكلم حد طبعا ده بيبع على طول أنه ده فيه مشكلة عنده ولازم يتعالج منها طيب البكاء اللي أراضي يقول لك أنا حاسي أنه على طول بنبكي أو عايز بنبكي من غير سبب إيه؟ لأنه بنبكي ليه؟ مش عارف بس أنا بنبكي وخلاص الحادثة السادسة أنه يحس بالشيء قبل ما يحصل يقول لك أنا حاسي أن فيه حاجة تحصل وبتحصل حد عيعمل حادثة حد مثلا عينجة حد عيسقط حد عيجيب فلوس حد عيخسر فلوس يقول لك أنا بنحس بالحاجة قبل ما تحصل طبعا الصدود عن ذكر الله يقول لك أنا بقت العبادة تقيلة علي مش قادر يتحرك مش قادر الأم المكاني طبعا ده بيبقى إيه؟ أعراضه أن جن القرين ما بيصدق إليه إنسان عنده جن سحر ومرض سحر فبيبدأ يضغط عليه أكتر بالوسوسة يتقل العبادة عليها عشان خاطر ما يتعبتش ربنا عشان يقطع العلاقة اللي بينه وبين ربنا ما يخلوش يصلي ولا يكون فيه صلة بينه وبين ربنا دي الأعارض اللي بتظهر أثناء اليقظة فيه أعراض تاني بتظهر والإنسان نايم الأرق الشديد جدا يقول لك أنا عندي أرق من يوقع ساعة واثنين نفكر في الموضوع والموضوع ده مليوش لازم في حياتي أساسا مع إنه ممكن نفكر فيه سنيتين ونخلصه يعني لا ده على طول موخه شغال كإنه موخه شغال على الفاضي مش قادر يركز في النوم والألأ الشديد يقول لك أنا جلجان طول للجلجان النام ونجوم النام ونجوم علشان خاطر الجن مش عايزه ياخد راحة كبيرة أو قصد من الراحة على بعضه علشان خاطر يبقى الجهاز العصب عنده يضعف وما يقدرش يكمل حياته أو يخليه يكمل حياته بس وهو متحكم فيه الكوابيس يقول لك أنا بين اللي ياخذ والنوم كان حسني فيه حاجة نافذت على دماغي أو حاجة بتخنقني أو حاجة بتولع فيها أو حاجة بتقتلني على طول يقعد يسرخ ويقرأ يتم القرآن الموضوع يفوق منه طبعا ده بيبقين اسمه الجاسوم والجاسوم طبعا بيجي بين اللي ياخذها والنوم يعني دوب الإنسان عينه بيصرح في النوم هو يتكى عليك كأنه بيخوفك أو يعمل لك رعب الأحلام المفزعة يقوم مفزوع من النوم كل شوية الاحتلام انه يحتلم على حد من محرمه وطبعا الموضوع ده الناس تنكسف تقوله لبعضها يقول لك واحدة تنكسف تقوله جزءا مثلا حلمت ان والدي بجميعني مثلا أو حلمت ان أخوك بجميعني مثلا أو حلمت ان أخويا بجميعني الكلام ده طبعا بيبقى له صورة قوية شوية ولما بيقول الناس للمركز بيقولوا فعلا يعني لما اتكلمت في المسألة دي حاسرنا فيه مشكلة عندنا ولما ربطنا الخوطة ببعضها عرفنا فيه مشكلة عندنا الموضوع مش موضوع احتلامه خلاص لأ ده الموضوع كده فيه إنه الموضوع كبير فعلا ولما بيتعالجوا من أعراض السحر اللي عندهم موضوع بيخلص عندهم ما عادش بيحلموا الأحلام دي اللي هي ضمرت حياتهم نفسيا وممكن يحلم أو تحلم انها بيقتصبها حد من محرمة أو حد مكروه لها أو حد محبوب لها أو ابنها مثلا أو حد يعني اي حد يكون هي بتحبه جدا يحلم تحلم ان هو بجميع هتقولك انا ازاي نحلم حلمي زي ده وده بيأثر عن نفسها طبعا طيب تاني شيء اللي هو رؤية حيوانات إبليس حيوانات إبليس زي ما احنا قلنا دي اللي بيتمثل فيها الجن عرض ولي هو التعبان والجطة والفار والكلام ده والوازغ والكلام ده بيحس الجن بيحب ان يتمثل في الصور اللي هي الحيوانات دي تمام طبعا أكتر شيء بيتمثل فيه اللي هو التعبان لان دايما الجن فيه أخلاج من أخلاج التعابين واحد دايما يقول لي عمشان انت بتوصف في العلاج الشيح ليه الشيح طبعا عشان خاطر الجن فيه أخلاج من أخلاج التعبان ودايما التعبان بيكره الشيح أو ما يدخلش المكان اللي فيه شيح أو لو تحط شيح في بيتك إن شاء الله الجن بيكره المكان ده وما يرضيش يخلش المكان اللي فيه شيح فعشان كان دايما في العلاج بنكتب أو بنوصل الشيح عشان خاطر الجن بيخاف من المكان اللي فيه شيح ويقدر يبعد عنه شوية لما نظف السحر من جسمه يرجعه أو غيره طيب في حاجات تانية مثلا الانسان ده هو يحلم احلام بطنية احلام بطنية دي عام الشيخ ازاي انك تحس او موقف يحصل قدامك تحس ان الموقف ده حصل بنفس الصورة بنفس الشكل او تدخل المكان او مرة تدخله تحس انك دخلت المكان ده قبل كده وعارف المداخل فين وعارف القوة فين وعارف فلان اتكلم وقول كذا طبعا دي ببلجن هو اللي بعرفك الحاجات دي عشان خاطر يحسك ان انت قريب من ربنا وان انت مكشوف عنك الحجاب وطبعا ده خطأ لان هو اللي بعرفك الحاجات دي عشان قاطر يخليك انت تنغرف نفسك مع ان انت بعيد عن ربنا اصلا ممكن يكون ما بتصليش اساسا وبعني حسك ان انت قريب من ربنا عشان كده بعرفك الحاجة قبل ما تحصل يؤرض على نيابه هو نايم التك على السنوة كده ونايم او يزوم ونايم يعمل صوت او يمشي وهو نايم دي اعراض السحر العامة اعراض السحر زي ما احنا قلنا ست انواع سحر مأقول مشروب مرشوش معلق مدفور منفوغ ست انواع سحر كل سحر من دول له اعراض معينة ده اعراض السحر العامة كأن كل واحد يعني كل سحر من دول لازم يقود حاجة من اعراض الكلمة فيها لكن اعراض السحر المأكولية اللي هي مغصة على طول في المعدة حيث ان على طول معدته فيها مغص او تعب على طول في المعدة فقدانش هيقولك أنا مريش نفسي ناكل أو يحصل العكس يبقى عنده أكل بشراها ويحس أنه بوقع هو بيأكل الأكل كده كأنه ممكن يكون بيأكل حاجة مثلا بسيطة عماله يوقع فيه على هدومه ووقع فيه قدامه لأنه بيبقى الجن هو اللي بيأكل بشراها دي تمام ممكن يقولك أنا عايز يرجع على طول أو يرجع بالفعل ممكن يقولك أنا بنرجع أو يحط صباح ببقى عشان يرجع لأنه فيه حادث أنه فيه نار بتطلع من معدته فين في بقى عايز يتخلص منه طبعا ده خطأ أنه يرجع أو يرجع بشيء يعني يحط صباح ببقى أو شيء يرجع لأن الجن بعايز يتخلص من المادة الزيدة بتاعة السعر اللي عنده فهو بيساعده أنه يرجع ويساعده في كده عشان خاطر بيساعد الجن ويخلص المادة دي بمعدته الامتناء عن أكل معين يقولك أنا فيه أكل معين كنت مناكله وقررته مرة ده معدش عايز ناكله أو أكل معين ما كانش بيأكله وبيعايز يأكله بشراها عايز كل ما كان يروح فيه أنا عايز كذا نفس نوع الأكل اللي هو بيأكله حتى لو حد عايز يقوله عميلي الأكل فلاني لأنه دايما الجن عايز يأكل الأكل اللي هو معين ده طيب أو مثلا فيه حاجة اسمها رؤية يشوف خيالات على طول قدامه أو يحس أن حد ماشي وراه دايما فيه رجلين ماشي وراه أو تدخل الحمام مثلا حس أن فيه حد يحط يده على دارها من وراه أو أول ما تغمض عنها وهي بتستحمى أو هو بيستحمى يحس أن فيه خيالات قدامه أو فيه عيون بتظهر قدامه أو قدامها في الحمام طيب أو ما يحبش أكل الكوسة أو يحب أكل الكوسة بشراها على طول عايز يأكل الكوسة على طول ده السحر اللي هو السحر المعقول وتكلمنا عنه بتأصيل وعن نتكلم عن السحر المشروب برضو عشان الوقت الحلقة عن نتكلم عنه سريعا ونقدر ربنا نتكلم عنه بتأصيل وتفصيل تمام 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 ربنا حفظه طيب فيه من حاجات ثلاث دقيقة شعور دائم طبعا السحر المشروب ده على طول إنسان يحس أنه فيه حموضة حرقان فيه سيدله دائم جدا يقولك أنا حس أنه فيه حموضة فيه نار بيضطلها من معدتي فيه واحد يقول لي عمشيق أنا ممكن ساعة من نام لنحس أنه فيه حاجة بتطلع بتسد يعني القصبة الأوائية بنحس أنه عموت فعلا وقوم فعلا يجيله شرقة يحس أنه عموت فعلا لأنه جن بيزود المادة اللي فيه نعدته المادة الحمضة فيه نعدة عشان خلال تطلع ممكن تسد الشرايين فعلا أو تسد القصبة الأوائية فعلا والإنسان دي يحصل له مشكلة كبيرة بالفعل يقولك أنا مش قادر نبلع شيء لأن القصبة الأوائية عنده الجراحة أو المريء عنده حصل فيه مشكلة يقولك أنا عطول حاس أنه فيه نار فيه صدري على دول الفقدان الشهية يقولك أنا مليش نفس لأي حاجة أنا كلها مش عايز ناكل أو ننسرب لأنه عارف أنه لو كل أو شرب هيحصل له انتفاق فيقولك خلاص أنا لو كلت عحصل لي انتفاق بلاش ناكل لإني عحصل لي مشكلة فبلاش ناكل أصلا الشعور بسخونة عطول أقول لك حاس أنه فيه نار في معدتي حاس أنه فيه نار في بطني فيه نار ليه النار ديات زي ما احنا قلنا أن الجن بيسد مكان البراز بينفخ في معدة المرض عشان يهيج المادة الهضم في معدته عشان خاطر بتعمله سخونة في معدته قوية امتناع عن نوع مشروب معين يقولك فيه نوع مشروب معين كان بيشربه طبيعي جدا وبعد كده مش طيئ نشوفه قدامي حتى أو ممكن يحصل العكسي نوع مشروب معين عايز يشربه بشراها ممكن يعد 24 ساعة يشرب في عصير مثلا مانجا أو عصير لمون أو أي نوع معين لأن السحر أو مادة السحر اللي حطيتله اللي حطيتله في نوع العصير ده هو دايما الجن عايز يستزيد منها أو مش عايزها واحدة من اثنين يخليه يقرأها أو يحبها ممكن مشروب معين على طول يهف على دماغه أو يهف على نفسه وكده عايز يشرب المشروب معين ده أو ما يجو قدامه ما يشربوش يقولك خلاص أنا ما عادش عن يشرب أو يشربه قدامه ممكن يرجع ما يشربش اللبن نهائيا أو يحسوا أنه عايز يشرب لبن بشراها حرقان في البول غير معلل طبية نقولك أن روح للدكاترة كلهم عندي حرقان في البول دايما ومش عارف سببه إيه لأن دايما زي ما احنا قلنا أن البروستات دي هي مخزن بتاع البول أو النازم من الكلا فبينزل كأنه مية نار نازلة من الكلا لأن الكلا متأثرة بالسحر ده وبينزل طبعا في حرقان في البول وانسداد في البول أو غيره طيب علشان طبعا الوقت خلاص إن شاء الله الحلقة الجاي إن شاء الله نتكلم على الصحر المشروع نتكلم عنها بس إن شاء الله لو قدر ربنا ما حصلش يعني أي موضوع تانية وبإذن الله نتكلم عنها بتأصيل انتظرونا إن شاء الله الحلقة الجاي إن شاء الله نتكلم على عرض الصحر المشروع خاصة ونشكركم على حسن استماعكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر